السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتكلم عن الصور التي بدأت بالحروف المقطعة هنيجي بعد كده في صورة آل عمران فهنلاقي صورة آل عمران وهي برضو صورة مدنية زي صورة البقرة وعدد آياتها 200 آية وهي ندلت في الترتيب في المدينة رقم 3 فبدأت بكلمة بحروف ألف لام ميم ودي آية الوحديها برضو زي ما قلنا ألف لام ميم الآية البعضيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني تكلم لنا بعدها عن المرسل المرسل سبحانه وتعالى من مرسل الكتاب؟ الله لا إله إلا هو يعني ما فيش غيره ما فيش تاني هو الأوحد لا إله إلا هو الحي الحي الذي لا يموت هو الحي القيوم والقيوم اللي هو قائم على كل شيء وعلى كل المخلوقات وذلك في آيات سورة الكرسي حتلاقي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يعني ما بتاخدهش غفة أو بياخده نوم أو كذا ليه؟ لأن لا قدر الله في الحياة دي طبعا لو يعني ولله المثل الأعلى لو حاجة بشرية مثلا واحد عمل حاجة وكذا وغفى عنها ممكن يحصل خطأ أو يعمل كذا لكن سبحان الله ربنا قيوم على كل شيء وهو يعلم كل المخلوقات في حاضرها ومستقبلها وماضيها ويعرف كل حاجة وهو عليم بكل شيء عليم بكل الأمور فهو قيوم على كل شيء فالله لا إله إلا هو الحي القيوم فوصف لنا اللي هو المرسل بالحي القيوم نمرة اتنين وإنه الله لا إله ملهوش شريك والآية اللي بعديها نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب هنا نزل عليك الكتاب على مين؟ ترجع لكلمة ألف لام ميم زي في سورة البقرة يعني ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بس هو قبلك في الآية الثانية مين اللي أنزل الكتاب اللي هو سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك الكتاب بالحق زي ما قال في سورة البقرة لا ريب فيه يعني مفو الشك فهنا بالحق يعني مفو الشك يعني كلام صحيح ومصدقا كتب قال بعدها نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه هنا مش لما بين يديه للرسول عليه الصلاة والسلام لا ما بين يديه ما بين يدي الله دي يبين لك أن الكتاب كتابين أو الكتاب من نسختين نسخة نزلت ونسخة موجودة فوق ولذلك كل البشر إحنا حتى كلنا كل واحد له كتابين كتاب فوق وكتاب إيه اللي هي بيتكتب فيه كل تصرفاته أو كل أعماله كتاب اللي هي بيتكتب فيه وكتاب فوق المفروض خط سيره حيمشي إزاي فمثلا لو لا قدر يعني ولله المثل على لو في نزل له بلاء معين أو مصيبة معينة أو حاجة معينة ومقرر لها أن تنزله وكان هو بيدعي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلبيعصل أن الدعاء بيرفع البلاء ما بيخلوش ينزل عليه رغم أنه هو مقرر في الكتاب الأولاني لكن في الكتاب الثاني اللي هو الحال اللي بيمشي عليه الإنسان لأن الإنسان أساسا هو مخير في سلوكه فهو ممكن يدعي هو ممكن يصلي ممكن يعمل كل حاجة وممكن ما يعملش هو كل اللي بيعمله أو كل تحركاته أو كل نفس بتنفسه كله بتكتب عليه في الكتاب الثاني فالكتاب بيبقى من النسختين ولذلك هنا بقولك نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا يعني الكتاب اللي معانا أو الكرآن الكريم اللي معانا حاليا هو نفس الكتاب الموجود في السماوات العلا نسخة طبق الأصل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي طيب وأنزلت طورا والإنجيل تبقى أقول لسيدنا محمد وأنزلت طورا زي ما أنزلت طورا والإنجيل هو نزل عليك هذا الكتاب هنا في بعض المفسرين وأنزلت طورا والإنجيل من قبل يعني من قبل من قبل من قبل سيدنا محمد يعني من قبل الرسالة بتاعت سيدنا محمد اللي هي التوراة والإنجيل اللي نزله على مين اللي نزله على عيسى وعلى موسى فالآية بتقول كده نقرأ الآية الصورة كلها الأول الجزء كله الأول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنذل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام دي الآيات اللي احنا بتكلم فيها فهي عدلائي أول حاجة بعد الحروف المقطعة قبلك المرسل اللي هو سبحانه وتعالى بعد كده قبلك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق وإن الكتاب ده مصدقا لما بينه ده هو نسخة من كتاب ربنا الموجود عنده وأنزل التوراة والإنجيل وببين لك إن الكتاب ذا زي نفس الكتاب اللي نزل بتاع التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل نزلوا من رب العالمين برضو على سيدنا موسى وسيدنا عيسى وقال من قبل يعني من قبل الإثلام أو من قبل سيدنا محمد أي في أمم سابق عن سيدنا محمد وهنا نزلوا الاتنين عن مين على بني اسرائيل يعني نزلت التوراة والإنجيل لبني اسرائيل من قبل بعد كده الآية نقم ثلاثة بتقولك من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان المفسرين بقولوا من قبل هدى للناس يعني بقولوا إن التوراة والإنجيل نزلوا قبل كده هدى للناس ودي مغلوطة في المعنى لإيه لأنه هما فيهم غلط لأن لما نيجي لسيدنا عيسى وسيدنا موسى ما نزلوش للناس سيدنا عيسى نزل لبني اسرائيل وسيدنا موسى نزل لبني اسرائيل فحنلاقي مثلا في صورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ده الآية أربعة الآية خمسة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله يعني سيدنا موسى جايلمين لقومه وقومهم بن اسرائيل طيب لسيدنا عيسى حلقه في صورة الصف قال تعالى في صورة الصف الآية 6 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فهنا يبين لك أنه إيه أن عيسى جاهل مين لبن اسرائيل ما قالش لقومه لقومه لأن عيسى مخلوق غير البشر ومالوش علاقة بالبشر ولا بآدم هو قلق آخر فبس هو جاهل لبن اسرائيل زي إيه زي موسى فموسى وعيسى جم لبن اسرائيل فكلمة في سورة آل عمران اللي هي كلمة هدى للناس دي ما تنطبقش على التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل قم هدى لبن اسرائيل وموسى من بني اسرائيل أما عيسى من خارج بني اسرائيل أو من خارج بني آدم كلهم طيب من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان يبقى هدى للناس مفروض تبقى في التفسير مع مين مع الفرقان لأن الفرقان وأنزل الفرقان اللي هو القرآن الكريم أنزل على سيدنا محمد مين هدى للناس لأن لما تيجي في سورة إبراهيم في أول آية ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك إليك أنت يا سيدنا يعني لسيدنا محمد بخاطب سيدنا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى نور قال له الناس ما قالت شو قومك ولا قال له عشرتك ولا قال له جزر العربية ولا قال له العرب ما قالت شو كلام دا كله إيتو فإيه للناس فهنا الناس فألف في آل عمران هي المقصود بها يبقى هدى للناس وأنزل الفرقان هي وأنزل الفرقان هدى للناس في تأديم وتأخير من قبل بتبقى بتخص التوراة والإنجيل أما هدى للناس بتخص وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بعد كده هيتكلم عن الناس اللي إيه اللي كفروا زي ما في سورة البقرة يتكلم على الناس المتقين اللي أمنوا المتقين فهنا إيه اللي كفروا يبقى قلنا سورة آل عمران ألف لام ميم اللي هي كتاب من حروف اللغة العربية الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلا أرسله ربنا سبحانه وتعالى وصفات ربنا إنه إيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال لك الحي القيوم نمرة اثنين ونزل عليك الكتاب الكتاب ده اللي هو كتاب من حروف اللغة العربية نزل على مين على سيدنا محمد عليك مخاطب عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يد مين يد ربنا سبحانه وتعالى يعني موجود في السموات العلى نسخة منه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل قبل كده التوراة والإنجيل من قبل من قبل طبعا على سيدنا موسى وسيدنا عيسى لبن إسرائيل وليس للناس بعد كده من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان هي وأنزل الفرقان وهدى للناس يبقى هنا الفرقان مقصود به هدى للناس اللي هي رسالة سيدنا محمد لأنه للعالمين وعد كده قابلك وصف وصف الكفعة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إلى هنا واكتفي بهذا القدر وإلى شريط القدم إن شاء الله حنأخذ الآيات التلاثة المأيين اللي هو فيهم حروف مقطعة ألف لام ميم اللي هي سورة الروم وصورة العنكبود وصورة لقمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا